أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين الملتفين حول قناة الأهلي وحارس الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة وإسبوع القضية مستمر معكم ولكنه ليس القضية فقط لكنه القضية وأمور كثيرة جداً في أرياضة المصرية وكرة القدم المصرية في البداية خالص التهناء للمهندس خالد عبد العزيز بتوليه رئاسة المجلس الأعلى للإعلام وسبحان الله هذا الاختيار صادف أهلاً لأنه المهندس خالد عبد العزيز الحقيقة شخصية تتمتع باحترام الجميع في الوسط الرياضي وكل الأوساط المصرية فهو رجل الرياضة ورجل سياسة وهو رجل إعلام ومن الشخصيات المحترمة جداً نتمنى له مجموعة المحترمة كل التوفيق وكل التأدير وكل الاحترام إن شاء الله لأنه الفترة القادمة محتاجة شغل كتير جداً جداً ونحن نصق فيه تمام الثقة بإذن الله على الجانب الآخر الهيئة الوطنية للإعلام والإعلام الكبير أستاذ أحمد المسلماني بيتولي رئاسة هذه الهيئة نتمنى له التوفيق من الشخصيات المرموقة المحترمة لليها دور كبير جداً لا يمكن أن ينسى أبداً من الشخصيات المحترمة الوقورة المهذبة إن شاء الله بإذن الله يكون أدم الاتنين على المكانين سعد ويكون نجاح ويكون توفيق بإذن الله